ازاي كيس انا اولى النهاردة هناخد مع بعض في ملجة الرياضيات وهناخد الدروس من 13 الى 15 تعالوا نشوفهم مع بعض كملين ايه عد وتعلمنا ان احنا بنعد من رقم واحد تعالوا نعد ونكتشف النهاردة معنا رقم ايه اه معانتي هنا اطار الخمس خنات اطار ايه الخمس خنات فيه نقاط فيه نقاط تعالوا نعد النقط دي عشان نكتشف الرقم بتاعنا النهاردة ايه يلا نقطة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية يبقى انا عندي ايه ثمانية ثمانية واحنا اتفقنا ان العدد ممكن اكتبه بطرقتين طريقة بالرموز او بالارقام زي ما احنا شايفين سامانية عندي بصل تحت كده عبارة عن شرطتين بصل لتحت كده وهو ده عدد سمانية عدد سمانية اخدت اطار خمس خنات حطيت فيه خمس نقاط فطبعا اخدت اطار تاني من خمس خنات حطيت فيه تلات نقاط علشان خمسة و تلاتة يدوني سمانية سمانية طب يا ميسي تقولتلي دايما اللي طريقتين دي طريقة الكتابة بالرموز طب لو انا عايز اكتبه بالحروف او بالصغر رمزية هقول ايه نستهجه مع بعض سمانية سمانية جيب طريقة الحروف ساميم آلف نونية مربوطة يعني سامانية يترى بعد السمانية هيجي ايه تسعة تسعة برضو بيكتبه بطريقتين بنكتبه بالرمز تسعة عاملة زي عكاس جده دورية وليه عصاية تسعة تسعة واخدنا اطار الخمس خنات حطينا فيه خمس نقاط ولما كملنا على الخمسة ستة سبعة تمانية تسعة يبقى انا عندي تسع نقاط اطار فيه خمس نقاط وإطار فيه اربع نقاط يبقى تسعة نقاط تسعة طب يا ميس لو عزين نكتبه بطريقة الحروف نشوف مع بعض تسعة تسعة تاسين عين تقمر بوتة تسعة برافو كده النهاردة احنا عدينا وعرفنا رقمين جداد سامانية وبعدي هيجي تسعة 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 اشتركوا في القناة